دكتور أبو دامني عندنا الشغلة. شنو السؤال الشاعب لكويت؟ والله وايد يا أحمد لله. الشاعب اللي دائمًا يسلوك فيه. ركب المفاصل. اي هذي مشكلة هذة. ركب المفاصل. يعني واحد شاب بتعرفي عندك باجر تشوفها يصلي يمك على كرسين. ولا يقعد رافع ريلا ولا عسى ما شر. والله ركبها. شفيك ولا ما في شيء. بس ما دي مش يلتفتينه. فمشاكل المفاصل بالذات يعني ركب شوف. أنا أبو أحمد شخصيا صلاة الليمعة خطوة الليمعة. ما كنت أقدر التربيعة هذه تأذيني. أنا والله ما أقدر أقدر. لا أسمع الكرسي. لا أسمع. الحين سبحان الله ما أحتاج كرسي واقعد أتربع على الأرض وأكل وأنا متربع ليش. داومت على الكركم مع الحلبة. الكركم؟ مع الحلبة. من زي؟ الكركم مع الحلبة وأنا نشرت تقارير علمية. عن فرائد الحلبة مع الكركم. الالتهابات المفاصل. الالتهابات في الركب. الالتهابات تجاوي في الحوض. كل المشاكل العراضة اللي فينا كلها. أبو أحمد راحة والشخصيا قاعد تربع خطة كلها وقوم. كركم؟ كركم حلبة. شون أسوي يوم هذالي؟ نحبيت أخذهم فريش. كفشة صغيرة من الكركم نعم. كفشة صغيرة من الحلبة نعمة مع شوية تحلي بتحربها. مرتين بليون. بس؟ على الرقعة العشاء. شكثر؟ شهرين بس. وشوف أمورك شون تصير. يتخير روح؟ كل شيء. المفاصل والركب. ماتر الدكتور من الصبح. والتربيعة تقعد ونتم تربع مرتاح معها. ما أقدر. ما أقدر أحد فيها. أنا أقعد أتربع وانا مستانس مرتاح. خذيتهم شهرين بس. نستمر عليهم. شهرين. أنا أخذ شهرين وأقطع. ممكن أردلها مرة ثانية بعد أربع خمسة شهر. إنها تشت. بس عليك بالحلبة والكركم. مو بس شيء بعد. أنا كنت وصلت إلى مرحلة حتى إذا بلبس فنيلة. ما أقدر أرفع يدي. أحسب ألم شديد. كلها الأرض. كلها الأرض راحت. من الكركم؟ كركم حلبة. نعم. كلها مطحوم. نعم. كيفشت صغيرات الحوس. صغيرة؟ هل عدالة. شدي على حلة شدي. ممسوحة. كيفشت. إيش؟ مو بس شدي. إذا ما ألتفت واحد شدي وراي ما أقدر. من الألم ما أقدر ألتفت. ألا الحين ألتفت. بطال عمي ضاعي سار. وأقوم من قاعد ذي. كلها بعد ما أخذ. بفضل الله سبحانه وتعالى الحلبة على كركم. كلها الأرض هاي براحت. ممتاز. لماذا؟ العزيزو تحت هذه الألم. إلى مصفة الظهر الرشاد. الرشاد؟ حب الرشاد يأخذون من نفس الشي. يأخذ من نقاشها صغيرة. بس الرشاد شون طريقة نالة؟ الرشاد لازم أول شي تنقع. تخلي المادة الهلامية اللي فيها تطلع. ممتاز. بعد أن تشرب الماء باللي فيها. شي صير لله لهم؟ هو شرح الذابان في الماء أو شرح انتصاص الماء لأنه لهمت الرشاد الهوم راح تقص فيه لأنه أول ما يحس برطوبة هني على طول تطع مادة الهلامية وينتفش فرح أذيك فأنت تنقع بالماء تنقع تخلي طلب المادة الهلامية اللي فيه تمام مع انت شرب الماء اللي فيه أشرب الماء مع المادة الهلامية فيه بلد الرشاد اللي فيه أدخل فيه شيء بس خلي على الأقل نص ساعة ناقع خلي للرشاد وشرب هذا الرشاد بكل مكان